اشتركوا في القناة مصادر القناة ان الحريق قد شب بشكل مفاجئ باحدى المعامل لينتقل بشكل سريع مما خلف حالة من الهلع وسط عدد من المواطنين الذين كانوا بعين المكان فيما لا زالت اسباب الحريق مجهولة وامتدت السنة النيران لتشمل مساحة شاسعة وسط المعمل مخلفة وراءها خسائر مادية جسيمة في الوقت الذي غطت فيه اكوام الدخان سماء المدينة واضافت المصادر ذاتها ان هذا الحادث قد استنفر مختلف السلطات المحلية والامنية وعناصر الوقاية المدنية والذين انتقلوا الى عين المكان حيث تم تسخير عدد من الشاحنات والوسائل اللوجستية من اجل السيطرة على الحريق ترجمة نانسي قنقر